مهرجان الزهور السابع بدأ ككرنفال للعائلات البغدادية فقد حضرت العائلة على مدى خمسة أيام برفقة الأقارب والأطفال إلى حدائق متنزه الزوراء لقضاء متنفس بين حدائق الزهور وتشكيلاتها الغريبة وقفت هذه البنت لاتقاط صورة وتجمعت الفتيات مقابل بيت من الزهور العراقيين محتاجين تغيير محتاجين غيرهم من نفسيتهم يجون حتى تصدف أن العوائل يجتمعون سوية ويجون أكثر من عائلة حتى يغيرون شوية جو وإن شاء الله حياة العراقيين شون هاي الورود ملونة وحلوة إن شاء الله يا ربي ثمان دول شاركت في مهرجان بغداد السابع للزهور الذي صار تقليدا سنويا بين سوريا ومصر وسودان والولايات المتحدة وهولندا وتركيا وإيطاليا وألمانيا وفي تصنيفاتها للمشاركات الأولى مع ختام المهرجان قدمت أمانة بغداد جائزة أفضل مشاركة إلى الجناح المولندي لحقتها سوريا في المرتبة الثانية نوعيات نباتات لأول مرة تدخل للسوق العراقي ونالت عجاب كثير من الزوار والعائلة العراقية جناحنا دائما كل سنة يكون عليه كثافة وزخم فارتأت اللجنة التحكمية بإعطانا المركز الأول لتميزنا بالعرض النباتات باعتبار هولندا البلد الأول بالعالم بالنباتات والزهور أكثر من 150 نوع نباتي متنوع ملائم للبيئة العراقية وكانت هذه المشاركة على عبارة عن حوالي 12 شركة فهذه المشاركة انعكست بالتعاون الإيجابي مع الأخوة العراقيين أما المشاركة المحلية فقد شملت الدوائر البلدية في العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية أمينة بغداد بيّنت أن الكرنفال هذا العام جاء معتمدا على المشاركات المحلية أكثر من غيرها داعية الدول العربية إلى مشاركة فاعلة في السنوات المقبلة برجان بغداد السابع دعا كافة الدول العربية والصديقة إلى مشاركة فاعلة في السنوات القادمة بإذن الله لاحظنا أنه المهرجان من المهرجان الأول ولغاية السابع تطورات كبيرة بالمهرجان نتأمل العام القادم يكون متميز حقيقة المهرجان ديميز الدوائر البلدية ومع ختام المهرجان تمنى المتنقلون بين الممرات المزينة بزهور أن توسع هذه التجارب في حدائق العاصمة سواء في حدائق أبو نؤس أو مناطق سكنهم صبر قادم الحرة بغداد